باسم الوزارة من نجحة هذه العملية وكانت أكو درجات حدف واستحداث موجودة سنويا يعني بالـ2012 انطلقا درجات بذلك المحاضرة تعين بالـ2012 انطلقا درجات هاي العملية من صارت صارت حافز عدباق الخريجين أنه يجون لكم محاضرة مجانية وفعلا كانت أكو تعينات خليني أفتهمها صار قرار لمحول أمية أنت التحقت وفق هذا الموضوع لمحول أمية بعدها بدأوا يلتحقون الشباب اللي يتوخون الوظيفة قالوا خليين نلتحق بهذا الموضوع عسى وأن نتعين مستقبلا صحيح؟ نعم نعم طيب بالـ2014 من صارت دخول داحش وزارة التربية والمديريات والمحافظات عممت هذا الموضوع مو بس على مراكز محل أمية لا على المراكز الابتدائية على المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فصارت زخم ودخلت بها السادة النواب وكل نائب جاب لألف وآلفين ودعايات انتخابية وفي نفس السنة كان كل نائب أكرر كلامي وأنا مسؤول عن كلامي كل نائب جابت ألف خمسمائة سبعمائة محاضر بضغط على المحافظين والمديريات بالتالي سلعة انتخابية ودعاية انتخابية لأذنها بزجهم بالمديريات زارت الأعداد بهذه الطريقة بالتالي في سنة 2014 توقفت التعيينات نهائيا نهائيا توقفت التعيينات لأن الأعداد بدأت تكبر بدأت تصير بالآلاف وكل نائب يجيب لأمية مئة وخمسين ثلاثمية صح نعم استاذ ما وقفت يعني وزارة التربية والمحافظات والمديريات من توقفت التعيينات ما وقفت أصدار عوامر إدارية ظلت تستوعب هو متعيين هو تعيين مما سنويا قام لا أبدا متعيين هو محاضر مجاني محاضر مجاني